الطريقة الصحيحة لتحديد تعريف كرت الشاشة انفيديا اللي يجهلها الكثير وكثير منكم الشباب ما بيعرفها عشان هي الطريقة الصحيحة عشان يتحدد تعريف كرت الشاشة وكبان بتحصل على أداء أفضل من كرت الشاشة وبتتجنب الوقوع في أي مشاكل سلام عليكم شبابكم يا حالكم إن شاء الله نكونوا بالف خير معكم أخوكم ومحمد رجعت لكم بمقطع سنتوري جديد مقطع اليوم من جماعة الخير رح وانكم كيف رح نحدد تعريف كرت الشاشة انفيديا رح نحمل التعريف الجديد من الموقع الرسمي الخاص بكرت الشاشة انفيديا وكمان رح نشيل التعريف الحالي رح وركم كيف رح تشيلون التعريف كمان يا جباب رح وركم كيف تعرفوا النوع كرت الشاشة عندكم انفيديا ايش نوعه؟ كل هذا إن شاء الله رح تشوفوا في هذا المقطع قبل ما نبدأ لاتنسوا تشاركوا في قناة فعلوا جرس التنبيهات زي ما قلت لكم كل ما يتعلق بشروحات الحاسوب والكمبيوتر والألعاب كل شيء إن شاء الله رح تلاقوه في قناتنا لاتنسوا تشاركوا فعلوا جرس التنبيهات أهم شيء اللايك لهذا المقطع جماعة الخير لاتس جو أول شيء جماعة الخير رح تلاقوا رابط هاي التدوينة أسفل الفيديو رح تلاقوا فيها كل المعلومات الخاصة موضوعنا لي اليوم رح تفيدكم فما في مشكل أنك تقرأ التدوينة هاي وتنزل تحت تحمل الأداة اللي رح نستخدمها في شرح اليوم رح نستخدم أداة عشان نشيل بها التعريف تعريف كرت الشاشة اللي موجودة عندك حاليا من جذوره وما نخلي إلو أي أثر عشان كثير منكم الشباب بيعرف كيف يحدد كرت شاشته عشان أصلا في كثير برامج تحمل لك تعريفات كرت الشاشة تقدر تحمل بها التعريف وكمان تقدر تحمل التعريف من الموقع الرسمي لكرت الشاشة إنفيديا كبداية ندخل على برنامج جي فورس إكسبرينس الجي فورس إكسبرينس جي فورس إكسبرينس برنامج جدا سهل لازم يعني ضروري يكون متبت عندك في جهازك نيجي على درايفرز بهذا الشكل نجعل درايفرز نلاقي أنه عندي تحديد جديد تحديد 2022 12 شهر 5 تحديد 512.77 أقدر بس أحمل الضغط دونلود هون وأحمل التعريف الجديد وأتبته وخلص خلصنا بطريقة العادية يعني ما في أي مشاكل لكن شباب في طريقة ثانية طريقة أفضل طريقة أحسن عشان رح نشيل التعريف الموجود حاليا كله نشيل التعريف بشكل كلي وبعدها نتبت التعريف الجديد عشان لما تيجي مثلا تبت هذا التعريف بالشكل هذا التعريف السابق الموجود حاليا ما رح ينشاله رح يضل عندك في الكاش ورح يضل عندك في الحاسوب وهذا التعريف يا شباب صدخوني أنه بيسبب مشاكل بيسبب مشاكل رح تلاحظ الفرق ممكن تشوف عندك الأداء في الألعاب يونقص بتقول ليش المشكلة يعني ما في أي مشكلة عندي في الجهاز ما عندي فيروسات ما عندي أي شيء ليش الشغلة هاي شباب كمان بتأثر فايش رح نسوي يا شباب رح نطلع من الأيكون هاي بالشكل هذا نيجي على التدوين هاي شباب اللي رح أخلي لكم رابط هتلاقوه في وصف الفيديو التدوين هاي رح تلاقو فيها معلومات مفصلة عن موضوعنا اللي اليوم أتمنى تقرؤوها رح تلاقو فيها كل معلومات المفصلة شرحت فيها كل شيء بالتفصيل نيجي يا شباب رح ننزل تحت نحمل هاي الأداء هاي الأداء ايش يا شباب دورها هي اللي رح نشيل بها التعريف الموجود عندنا حاليا تعريف كرت الشجرة رح تستنى هون 10 ثواني 15 ثانية بعدها تضغط على الرابط جاهز بهذا الشكل رح ياخدك لرابط التحميل تضغط free download طريقة جدا سهلة تجتاز code capture رح تستنى 30 ثانية اوكي شباب بعد ما تخلص التلاتين ثانية تضغط create download link تنبطق معاك النافذة بهذا الشكل البرنامج السباب والأداء اسمها DDU نضغط على click here to download عشان نبدأ تحميل الأداء نضغط start download حجمها صغير 1 ميجا بايت فاصلة 30 نحمل الأداء بهذا الشكل تاني خطوة رح نسويها رح نعرف ايش نوع كرت الشاشة عندنا انفيديا بس يعني ايش نوعه عشان نحمله من المواقع الرسمي نيجي على search هون يا شباب نيجي نكتب كلمة run بهذا الشكل run يا شباب عشان نطلع كلمة run نيجي نكتب هاي الكلمة dxdeag نكتب الكلمة هاي جماعة الخير أحرف صغيرة ولا أحرف كبيرة نكتبها أحرف كبيرة مثلا نكتب هاي الكلمة يا جماعة الخير في مربع البحث في run نضغط okay رح تضغط okay تضغط yes لو ظهرت معاك عيقونة تنبت تقليك العيقونة هاي والنافذة هاي بتعطيك كل المعلومات الخاصة بحاسوبك نيجي هون على كلمة display يا جماعة الخير display بالشكل هذا رح تلاقي كرت الشاشة الخاص بك nvidia geforce gtx 1050 ti رح تلاقي انت كرت الشاشة ونوع كرت شاشتك رح تلاقي هون في مقطع اليوم جماعة الخير رح نحكي عن كرت الشاشة nvidia بس ان شاء الله بالنسبة لباقي الكروت رح أسوي لكم مقطع قادم بين النارة عن هجرح فيه طريقة تحميل التعريف بالطريقة الصحيحة وكمان كيف نشيل التعريف بالنسبة لباقي الكروت هسا بعد ما تعرف نوع كرت الشاشة عندك تيجي تطلع وتروح للموقع الرسمي لشركة nvidia شباب نكتب google نروح على google يا شباب بالشكل هذا نكتب كلمة nvidia شباب drivers مربع البحث في google nvidia drivers download ندخل عليها بالشكل هذا رح تنبتق معاك هاي النافذة رح تيجي هون تكتب نوع كرت شاشتك مثلا الproduct type غالبا رح يكون g force يعني لو كان rtx رح تحط هذا كان g force يعني gtx نحط الخيار هذا نيجي هون على product series بهذا الشكل مثلا انا عندي 150 ti رح احط ال g force العشرة مثلا عندك انت 1600 رح تحط 1016 series لو عندك لابتوب لازم تختار النوت بوكس النوت بوكس هاي اللي بجنبها نوت بوكس انا عندي كرت شاشة للحاسوب المكتبي نيجي هون ال gtx 1050 ti نختارها في المكان هاي تختار الكرت عندك نيجي نختار نوع ال windows windows 10 64 bit تخليها game ready driver تختار اللغة نلغة نظامك هون وتضغط search بهذا الشكل بعدها رح يعطيك الدرايفر اللي موجود عندك اخر تحديد من اخر اصدار لكرت الشاشة الخاصة بك تضغط على download بهذا الشكل تضغط download في المكان هذا وتضغط اوكي رح يبدأ معاك التحميل انا سبق وحملت التعريف فما رح حمل مرة تانية نيجي هذا هو التعريف الخاص بكرت شاشتي هسا يا شباب لازم تركزوا معي شوية في الخطوات هاي عشان جدا مهمة ايش رح نسوي هسا؟ رح نحاول اول شي نفك الضغط عن هذه الاداة نفك الضغط عن الاداة هاي شباب نلاقيها بهذا الشكل ندخل عليها اوكي رح نلاقي الايقونة هاي بالشكل هذا ندخل عليها clicky mean run as administrator ما بدي احدد اضغط اوكي بالشكل هذا رح نضغط اوكي مرة تانية اوكي هسا اوكي مرة تانية يا جباب اوكي هسا رح نختار النوع كارت الشاشة الخاص بنا نوع كارت الشاشة يقول لك اختار يعني انت بديك الاوديو او الGPU كمان الاوديو لو بديك تشيل تعريف كارت الصوت تقدر تشيله احنا رح نختار GPU اوكي هو مباشرة وتلقائيا رح يعطيني الكارت الشاشة الخاص بي جي فورج جي تي اكس إنت لو م Month Rootsينيك رح تختار هون انفيديا ولا إي أم دي ولا إنتل إحنا رح نخليها انفيديا وهو أسنا ترقائيا رح يعطيك إنوعة شاشتك هون رح تلاقي قدامك ثلاث خيارات الخيار الأول Clean and restart يقولك هون تعمل غير، بعدها تعمل ريسترل لجهاز هون يقولك coffee clean and do not restart هذا الخيار ما بنصح به تماما الخيار الثالث يقولเปك2 clean and shut down مثلا الخيار الثالث لو بدك مطلا بتغير كرة الشاشة كله مثلا تشيل كرت الشاشة جبت كرت شديد رح تحاول انك تسوي clean and shut down عشان يسوي clean وبعدها يطفي الجهاز لا يعمل restart احنا يش رح نسوي كبداية خطوة جدا مهمة يا جماعة بخير انه رح نحاول انه نطفي النت نطفي النت من الخيار هذا كليك يمين open network and internet setting ليش رح نطفي النت يا احمد رح نطفي النت عشان لما نشيل مثلا تعريف كارت الشاشة الويندوز اصلا مباشرة لو كان عندك ويندوز عشرة بيتبتلك تعريفات الكارت الشاشة بيحمل التعريف لحاله انا ما بيدي تعريف الويندوز لخاص بالويندوز علشان خايص بيحمل لك تعريف قديم فراح تيجي على الانترنت هون الخيار الانترنت تيجي على change adapter option نيجي هون على خيار الانترنت هون نعمله disable انا ما رح اعمل له disable عشان اصلا الويندوز عندي ما فيه windows update ويندوز عندي ويندوز لايت معدل منشان منه الويندوز update فهنا رح اعمل وما رح اطفي النت انت لازم تطفي النت لو عندك ويندوز اصلي ويندوز عشرة عادي بعد ما تطفي النت تيجي هون رح اقول له clean and restart عشان يعمل لي clean للتعريفة الموجود حاليا وبعدها يرسط لي الجهاز ايش رح نسوي شباب رح نعطيه هسا وقت ونخليه حتى يسوي ويعمل الخطوات لحاله رح ياخد شوية وقت بعد ما يخلص مباشرة وتلقائيا رح يعمل restart لحاله هون زي ما بتشوفون يورك الخطوات اللي قاعد بيسويها هسا خلص ان شاء التعريف ورح يسوي restart لحاله نعطيه شوية وقت ونخليه يسوي restart على كيف اوكي شباب بعد ما ترست الجهاز نيجي هون نشوف يعني لو لسه موجود لدرايفر خلص ان شاء الله لدرايفر وان شاء الله كل شي متعلق بالدرايفر كان نكفر مت جهازك والدرايفر ما كان الو وجود زي ما قلت لكم بتأكدوا ان النت لسه مطفي عندكم مطفي عندكم النت نيجي على الدرايفر اللي حملناها يا جماعة الخير من البداية الدرايفر الجديد نضغط عليه ضغطتين بهذا الشكل نضغط اوكي عشان نبدأ تطبيق التعريف الجديد زي ما قلت لكم لازم هذا التعريف تحمله قبل ما تبدأ بالخطوات لازم تحمله التعريف هذا ولازم تطفون النت لو خليت النت بيشتغل وشغال لما ترصت الجهاز وينشال التعريف ويندوز عشرة تلقائيا بيبدأ يدور لك على تعريف الكارت الشاشة يروح يحمل لك تعريف قديم تعريف قصلا تلاقيه يعني قديم ثلاث او اربع سنوات يحمله لك هو عشان هيك لازم نسوي هاي الخطوة والخطوة هاي شباب يعني فرقت معاي بشكل جدا كبير زين بتشوفون هون بطقت معانا ايقونة تتبيت على درايفر الجديد نضغط على اي اغري انت كونتينيو تقدر يعني تخليها كوستم مثلا تضغط نكس تشيل بعض الخيارات اللي انت ما بدك اياها زي اوديو ايش دي اوديو درايفر انا صراحة ما بشيلها بخليها زي هيك لو بدكم اوريكم كل خيار على حدة ممكن ان شاء الله في المقاطع الجاية رح اخليها اكس بريس ورح اضغط نكس بهذا الشكل عشان يبدأ تتبيت التعريف زين ما قلت لكم يا شباب لا تنسوا تتبقون الخطوات هاي الخطوة بخطوة عشان ما تصير معاكم اي مشاكل وما رح تواجهون اي مشاكل مع التعريف ورح يتحسن عندكم كمان الاداء اداء كارت للشاشة ما رح تصير عندكم اي مشاكل عشان لما مثلا الدرايفر القديم لسه موجود على الجهاز بيسوي مشاكل ممكن يسوي لك مشاكل مشاكل مع الالعاب عشان هيك هاي الطريقة هي افضل طريقة ممكن تسوي بها تحديد للتعريف الخاص بيك زين ما قلت لكم مثلا بندك بس تسوي تحديد او مثلا جبت كارت جديد بندك تتبت كارت جديد مثلا اشتريت كارت جديد ان شاء الله اتمنى كل يشتري كارت جديد اقوى من وافضل من اللي موجود عنده جيت بتتركبه مو ضرورة يعني تفرمجي هذا كله بس تشيل التعريف بنفس الطريقة اللي شناه بيها وتتبت التعريف الجديد خلص جماعة الخير تم تتبت التعريف بشكل كامل وبشكل صحيح زي ما قلت لكم حدتنا التعريف بالطريقة الصحيحة بدون اي مشاكل وبطريقة جدا سهلة يا شباب هسا هاي الخطوة حمل هذا البرنامج وخليه عندك في الجهاز وكل مرة يجاك تحديد جديد يجاك اشعار تحديد جديد سوي هاي الطريقة والامور رح تصير عندك تمام في التمام بإذن الله اتمنى يا شباب ان يكون نال اعجابكم الشرح لا تنسوا تخلونا تعليق هون في الاسفل يا شباب ارسال تعليق هون في الاسفل اكتبونا تعليق على المدونة ولا تنسوا كمان تشتركوا في قناة على اليوتيوب فعلى جرس التنبيهات حطوا الاشعارات على الكل وتركوننا تعليق على اليوتيوب وهون كمان يا شباب لايكاتكم لهذا المقطع عشان يوصل الى اكبر عدد من الناس ويستفاد اكبر عدد من الناس وابدت وعليكم يا جماعة الخير أراكم إن شاء الله في مقطع أسطوري صنطوري قادم السلام عليكم ورحمة الله